اشتركوا في القناة بعد انقشاء ذباب خلال الصبيحة على المرتفعات والهضاب ستزداد كثف احتمال كذلك لبعض الامطار على المرتفعات الداخلية الوسطى وكذلك الشرقية حتى ثلوج ان شاء الله ستخص القيمة الجبلية التي اقول القيمة الجبلية الوسطى والشرقية خاصة جبال جورجورة وكذلك البابور بينما اجواء غائمة على شمال الصحراء لكن ستزداد كثف خلال امسي على منطقة الوحات احتمال كذلك لبعض الامطار على شكل زخات رعدية هبوب رياح قوية قد تصل سرعتها الخمسين كم في الساعة للجنوب الشرقي سيعمل على التطير ليريمال وجواء مغشات على مرتفعات الهوغار والتسلي إلى غاية اقصى الجنوب درجتين ودون الصف خلال ليلة اليوم ان شاء الله على الجلفة كذلك سعيدة خمس درجات على العاصمة نفس المقياس على التين دوف غرداية بسكرا المغير وتقورت درجة واحدة فقط على بشار العشر درجات على تامنة 17 درجة على اقصى الجنوب اما خلال ظاهرة الغد ان شاء الله درجات الحرقوس وفصلية على المناطق الشمالية وتتاروح مبينة 15 16 درجة على الوجهة الساحلية ننتظر 10 درجة فقط على ولاية سعيدة 15 درجة على بشار عين الصفرة 17 درجة على غرداية ننتظر 17 درجة على بسكرا المغير وتقورت مقاييس مبينة 20 24 درجة أحيال 25 درجة هذا على الجنوب الشرقي جنوب الغربي صحراء الوسطى مرتفعة الهوغار والتاسيلي ترتفع إلى غاية 13 درجة على عقصى الجنوب اما البحر خلال يوم الغد نظرا لانخفاض ضغط الجو على حوض المتوسط خاصة الوجهة الوسطى والشرقية مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي ببحر كثير الاضطراب على السواح الوسطى والشرقية رياح ستشتد شرقا تصريحة 50 كم في الساعة بحر مضطرب غربا مع رياح ضعيفة ترجمة نانسي قنقر